نروح مع بعض التونس ومن تونس الزميل كريم أحمد موفد قناة الأهلي مع البعثة عشان يحطنا مع حضراتكو في الصورة كريم مساء الخير تحياته وتحيات المهندس عدلي ويريد تحطنا في الصورة كاملة في رادس كل التحية ليكم أستاذ إبراهيم وكل التحية البشمس عدلي القيعي والتحية والشكر موصلين لكل جمهورنا العظيم جمهوري للنادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله بنتمنى كل التوفيق لفرقتنا لجهازنا اللي فني إن شاء الله بإذن الله خطوة مهمة نحو منصة التتويج نهاية دورة أبطال أفريقيا الشوت أول زي ما بنقول هنا في تونس ترتيبات كثيرة جدا على المستوى التنظيمي والمستوى الفني والمستوى الإداري الحقيقة كتيبة عمل كبيرة جدا بتقوم بمجهود كبير عشان الحقيقة التركيز كل يكون مع المدير الفني فقط لغير الترتيبات الإدارية بتكون مهمة جدا الحقيقة شايفين مجهود كبير من كابتن خالد بيبول لكابتن سامير عدلي العميد علاء صلاح الحقيقة مجهود بيبزل عشان التفاصيل الصغيرة بشمان سامير عدلي أستوى إبراهيم بتفرق بشكل كبير جدا في المواجهات الحاسمة في مثل هذه المواجهات وأيضا كمان بتقابل منافس قوي جدا وهو نادي اللي ترجل تونسي لكن يمكن أنا أسمعي أستوى إبراهيم الحقيقة الاستقبال هنا كان رائع جدا في حفاوة كبيرة جدا زي ما شفنا قيمة الكابتن محمود الخطيب كمان مع مجلس إدارة النادي الأهلي متواجدة هنا في تونس يعني لها مردود وليها رسالة مهمة جدا وده اللي بنأكد ألي حقيقة في كل مرة سواء مردود للجمهور لنادي الأهلي المتواجد وعايز يكون متواجد هنا وأيضا كمان للعاب للنادي الأهلي للجانب التونسي ترتيبات الحقيقة مهمة جدا زي ما بنقول لكابتن محمود الخطيب وجوده قيمة كبيرة ومردود الرسالة بتوصل لعابة للنادي الأهلي سواء في التدريبات في فنده لقامة الأحاديث اللي بتكون بسيطة جدا زي ما قلنا شوفنا السلام من كابتن محمود الخطيب في الطائرة كلمات بسيطة جدا للعابة للنادي الأهلي لعابتنا عندها الرغبة الكبيرة وعندها الدوافع الكبيرة لكن الحاجات الصغيرة دي بتفرق بشكل كبير فإن شاء الله بإذن الله زي ما بنقول الترتيبات والمناخ الطيب اللي احنا متواجدين فيه حتى هذه اللحظة يستمر حتى يوم المباراة لأن يوم المباراة بيكون يوم مهم جدا إن شاء الله بإذن الله تكون نتيجة أجابية للفريق النادي الأهلي كان اليوم الأول زي ما بنقول بالنسبة للشغل الفني لميستر كولر تدريب الأول النهاردة كان على الملعب الفرعي الملعب حمد العجربي طبعا لا يستقبل المباراة الأهلي والترجي أو الترجي والأهلي فيه يوم السبت بمشيئة الله أرضية الملعب كانت جيدة كانت جرعة تدريبية قوية جدا لفريق النادي الأهلي وفي كل مرة بنقول هذا الأمر تدريب الأول بيديك رسالة وبيديك مرضود كبير على مدى الجاهزية كل واحد عايز يحجز دور وده أمر مهم جدا كل واحد عايز يكون متواجد في نهاية دور أبطال أفريقيا وده أمر مهم جدا لكن الشيء الطيب إن الحفاظ على الكل الحفاظ على المجموعة كل لعيبة بتحافظ على بعض الكل بيأكد على دور التاني دور الكابتن الشناوي الحقيقة كان دور كبير جدا 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 مع كل اللاعبين فيه لعيبة شاركت لعبة فيه أجواء قوية زي تونس ورادس ومبارات كثيرة جدا وفيه لعيبة ما شاركتش عشان كده تجديد دفع كان مهم جدا للشناوي يتكلم مع لعيبة جلسات كانت مطولة مع كل لعيبة للنادي الأهلي سواء أيضا كمان علي معلول كان ليه دور كبير جدا مع كل لعيبة الخبرات والوعي الكبير اللي فيه لعيبة النادي الأهلي في هذه المبارات بيفرق بشكل كبير فالتحضير للزهني لعيبة النادي الأهلي على الأكمل واجه ماشي بشكل طيب جدا مستر كولر أيضا كمان من متابعاته للمبارات رجل يتفرج على أكتر من سبع مبارات وهو الحقيقة يعني دقيق جدا بيحب المنطقة دي جدا منطقة تحليل منطقة أنه هو يتفرج على أكتر مباراة يحلل يوزع مبارات على بعض الجهاز الفني يفرج اللعيب على هاي لايس على نقاط القوة والضعف أمور طيبة وبتساعده بشكل كبير لأنه بنشوف سينيريات المبارات في المبارات الكبيرة تحديدا مع مستر كولر بيكون مميز فيها جدا من التحليل ومن الرؤية ومن المشاهدة الكبيرة جدا لمبارات ان شاء الله بإذن الله يكون واقف على كل نقاط القوة والضعف كريم لو قلتلك توصف لنا اليوم بتاع الأهلي بيمشي ازاي في المواعيد واللي موجود من خلال الترتيب للإقامة في اليوم بيمشي ازاي يعني اليوم تعرف أستاذ سبراهيم بشمانس عاد لي ساعتين فرق بالنسبة للقاهرة وتونس يعني احنا في هذا التوقيت يمكن لو الساعة 12 في القاهرة بيكون الساعة 10 بيبدأ اليوم 11 صباحا يكون فطار لفريق النادي الأهلي ثلاثة عصرا بيكون وجبة غداء محاضرة الفنية النهاردة كانت خمسة إلا ربع ومنها مباشرة التوجه للملعب يمكن أيضا كمان سيكرر هذا البرنامج غدا لكن يمكن غدا اليوم مليء شوية بالأحداث مع التدريبات عندك كمان اجتماع فني يكون 12 ظهرا اتنين ظهرا يكون مؤتمر الفني لفريق النادي الأهلي أيضا كمان بحضور مستر كولر وعلى الكابتن محمد شنوي قائد فريق النادي الأهلي ومن بعدها سيكون التدريب الأخير لفريق النادي الأهلي بالنسبة للحالة البدنية والصحية لأعضاء الفريق كله تمام الحمد لله يعني نده نقول أن الفريق كله جائز نطمننا النهاردة آه آه بشوان سعاد لي نطمننا النهاردة في التدريب بنحاول أن احنا نشوف اللعيبة في التدريبات ما نقولش معلوبة لما نشوف الجرعة التدريبية الكاملة كل النهاردة اجتهت جرعة تدريبية كانت قوية جدا بعد التدريب بنسأل رئيس الجهاز الطبي الدكتور رحمد جاب الله هل في حد شكى من أي شيء هل في أي حاجة الحمد لله الحرص واللعيبة بتحفز على بعضها زي ما بقول لك بشوان سعاد لي أصدر سبريم ده أمر مهم جدا لعبتنا جهزة كلها الاسكوادي المتواجد معانا كل القايمة الحمد لله جهزة بنسبة 150% من ناحية الطبية وده أمر مهم جدا ناحية الزهنية والفنية الحقيقة الشغل اللي بيبزل والمجودات والترتيبات لمستر كورر بالنسبة لي الجمع الأتيكتية ده أمر مهم لكن الحمد لله الجهازية تم لكل لعيب النادي الآلي إن شاء الله بس مستر كورر يكون موفق في اختيار 11 اللي يمثله النادي الآلي إن شاء الله في يوم مباراة يوم السبت بكرة الجمعة اليوم الأخير قبل المباراة الاجتماع الفني إمتى هل الآلي عنده أي أمور هيعرضها على المؤتمر الاجتماع الفني للمباراة والمؤتمر الصحفي المستر كورر الساعة كام ومين من اللعيبة موجود معاه يعني زي ما أقولك سيد إبراهيم 12 ظهر أو واحدة ظهر بتوقيت تونس طبعا كل التوقيتات بنقولها بتوقيت تونس سيكون الاجتماع الفني ممكن تم تحديد موعد فيه محاولات من الجهاز الإداري فريق النادي الآلي كابتن خلي بيه وتحديدا مدير الكورة بيحاول أن هو يخلي المؤتمر قبل انطلاق التدريب مباشرة وده يمكن طلب ممكن يتم يعني طرحه بالنسبة لي الجهاز الفني لنادي الآلي عشان يكون في وقت أن ينت تخلص المؤتمر وعلى طول يكون مستر كورر مع كابتن محمد الشيناوي قائد فريق النادي الآلي اللي يكون متواجد في المؤتمر الصحفي يشاركه في التدريبات الوقت يمكن من اتنين لغاية التدريب يكون الساعة سبعة أو ستة بتوقيت تونس سيكون المسافة بعيدة شوية لكن الترتيبات والموعيد اللي معنا حتى هذه اللحظة 12 ظهرا المؤتمر الاثنين ظهرا المؤتمر الصحفي يسبقوا الاجتماع الفني 12 ظهرا والتدريب الأخير لفريق النادي الآلي يكون في تمام الساعة السادسة وزارة الشباب والرياضة في تونس زادت عدد الجماهير من 27 ل34 نتيجة للإقبال الكبير اللي تحدثوا عنه أنتوا لامسين هذا الاهتمام الجماهير الكبير بالمباراة؟ الحقيقة طبعا يعني الواحد تواجد في تونس وتحديدا كمان في رادس يعني مرات عديدة جدا فيه شغف كبير جدا لجمهور الترجل أنه يكون متواجد في المدارك بالكامل يعني الساعة الكاملة النهاردة كان فيه الحقيقة بالنسبة لجمهور التونسي طرحل التذاكر عداد كبيرة جدا الحقيقة ال34 و30 ممكن يزيده كمان أساس إبراهيم بشوانس عادلي يعني ده اللي احنا عارفينه في هذا الأمر لكن حتى هذه اللحظة الحقيقة الجانب الأمني للتونسي عامل تجديدات كثيرة جدا تنظيمه كان جيد جدا بالنسبة لطرح التذاكر بالنسبة للجانب التونسي لكن المتوقع أن العدد هيكون أكتر من كده عندهم شغف عايزين يحضروا وطبعا هي بالنسبة لهم في أرضهم فالأمن للتونسي ممكن يسمح بدخول عدد مع التنسيط طبعا مع الكاف لكن حتى هذه اللحظة 34 ألف متواجدين وممكن يزيدوا عن كده كمان لكن منتظرين مع مرور الأيام وغدا تحديدا يكون معنا بقى المعلومة الصحيحة والدقيق جدا بشكل كبير ويكون من خلال شاشة قناة الأهلي نقدر نعرضها لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي إنما درجة التوتر والسخونة اللي كانت موجودة باستمرار هل هي أهدأ ولا على نفس الوطيرة كما تلمسها وانت بتابع للأمر إعلامية لا يعني الأمر مختلف بشكل كبير بشوانس عادلي يعني من الاستقبال وجود رئيس نادي الترجي لسي حمد المبادة طبعا مع كابتن محمود الخطيب باستقباله في المطار الحالة الإعلامية بالنسبة لكلام الإعلام عن النادي الأهلي النادي الأهلي بيكلمه عنها قيمته كبيرة جدا بيكلمه عن فرص النادي الأهلي فرص كبيرة لكن هما طبعا تعزمهم من النادي الترجي ده أمر معروف بالنسبة لكن الحالة هادية عن المرات اللي فاتت بشكل كبير جدا في اهتمام إعلامي في احترام متبادل في احترام مع حرص بالنسبة لنادي الأهلي النادي الأهلي بيحترم نادي الترجي بشكل كبير جدا وحرص بشكل كبير لكن فيه ثقة عند كل لعبتنا فيه ثقة عند جمهورنا ممكن عايز أتكلم على الجمهور النهاردة كانت لفتة طيبة تواجد عدد من جمهور النادي الأهلي اللي جاء من أسبانيا اللي جاء من ألمانيا اللي جاء من النمسا عشان يكون متواجد لمؤذرة فريق النادي الاهلي نادوا على اللعيبة النهاردة كلها حيوا كل اللعيبة وطلبوهم ببزل كل الجهد في المباراة الأولى فالأمور طيبة جدا لما شو منسى عادل يا أستاذ إبراهيم حتى هذه اللحظة احنا اللي بيهمنا هو يوم المباراة وتحركنا اليوم المباراة ازاي ان احنا نتحرك من هنا التوقيت ازاي لان الطريق بيستغرق 25 دقيقة اه مع التأمين الامر يكون مختلف شوية لكن مع الكسافة الجماهيرية اللي احنا شايفينها اللي ممكن تكون متواجدة على مدار الطريق او على مسافة الطريق كله حتى ملعب رادس بتحتاج ان احنا نسأل على الترتيبات الامنية امر مهم جدا عشان كده بقولك الدور الكبير اللي بيوبزل من الكابتل خالب بيب والعميد على صلاح المنصق الامني اللي فريق النادي الاهلي الامور دي بيكون مهمة وهيتم بالتأكيد غدا في الاجتماع الفني طرح هذا الامر ان احنا يكون في اهتمام كبير بتحركنا من فنده لقامة حتى ملعب المباراة ده امر مهم جدا ومشروع وحق النادي الاهلي لكن الجانب التونسي والجانب الامن التونسي الحقيقة حتى هذه اللحظة واللي احنا شايفينه قايا بدور كبير جدا مع بعثة فريق النادي الاهلي من فنده لقامة لتأمين تحركنا على طول بيكون معنا تأمين بكسافة بشكل كبير جدا لكن بنقبل ان شاء الله يستمر هذا المجهود اللي بيبزل من الجانب التونسي حتى موعد المباراة بمشيئة الله حالة التقص عندك تقريبا مشابهة للقاهرة مش كده يعني مش بنسبة كبيرة للجو في هذا التوقيت يا سيد ابراهيم يعني فيه برد شوية لكن جو كرة ويرائع بالنسبة للتوقيت اللي يقام فيه المباراة درجة الحرارة صباحا بتكون 27 و 26 لكن ما فيش اللي هو للحرارة او ما فيش رتوبة عالية فده يمكن المناخ طيب حتى دي اللحظة يوم كمان السبت الجو متميز في توقيت المباراة بنحاول ان احنا نشوف ونشوف التقص عامل ازاي فان شاء الله الجو والمناخ والتقص والترتيبات والمجود اللي بيبذل والروح الكبيرة جدا مع لعبة النادي الاهلي واصرارهم ان هم يحققوا نتيجة اجابية في المباراة الاولى ان شاء الله بإذن الله ربنا يكافئ كل لعبتنا ويوم السبت ان شاء الله بإذنها يكون نتيجة طيبة وجيدة جدا لفريق النادي الاهلي بإذن الله يا كريم بنشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ان شاء الله